بصوا بقى دايوم مبهج مفرح انجازات مشروعات طمقنة للناس خدت بالك الرئيس بالمناسبة لما اتكلم عن البنت اللي سألته في الفطار مش خايف شوف رد الرئيس كان عامل ازاي ثم اجراءات وقرارات شديدة الاهمية متعلقة برضو بالمواطن بس خليه اقولك في الحتة دي حاجة علشان انا كنت باسمع جوه العربية يعني انا كنت نازل سائق العربية فتح الراديو قاعد باسمع طيب في النهاية الرئيس بيتكلم اتنين شغلتي لما بدأ الرئيس يتكلم انا خدت بالي بس ديش يعني جزء من تلك بصتي ميني وشمالي وزحمة كمجرة العادة وما الى ذلك لاحظت ان الناس كلها على ما يبدو منتبهة لكلام الرئيس انا ما اعدتش في عربية حد لا استطيع الجزء لكن انا قلتلك ايه لاحظت انه على ما يبدو كل اللي حوالي سمعين لانه في منتهى الجدية وفي حالة انصاط تعرف لما تبقى قاعد مسلا سائق وعمل كده وبعدين بدأ الرئيس يتكلم على ما وجه به الحكومة والله 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 لازم تشوف ابتسامات الناس وهم عادين في العربيات ما تقوليش ان كل الناس اللي في الشارع اللي فتحين الراديوهات على الاقل اربع خمس ستة عربيات اللي حوالي اللي انا شايفهم في اطار دايرة الرؤية بتاعتي واحنا في عز الزحمة يعني كانت ساعة تقريبا اتنين ولا حاجة زي كده الله لا اكيد مش كلهم بيبتسموا عشان سمعين نفس الغنوة لكن هم اكيد بيبتسموا لان هم سمعين نفس الكلام اللي قالوا الرئيس